وصلنا معكم لا فقرة همين وصلت فيها الضوء على مشكلة أصبحت مؤخرا تؤرق الأسر والمجتمعات أصبحنا نراها في كل مكان في الشارع أو المدرسة أو الجامعة أو المنزل أو حتى في مكان العمل تنمر بلطجة تسلط استقوى مسميات عدة لمشكلة واحدة تهدد أطفالنا الذين يكبرون أمام أعيننا عندما يحملون حقائبهم متجهين إلى مدارسهم بكل سعادة يجدون أنفسهم فجأة ضحايا للتنمر فتبدأ معاناتهم مع جرعات الاستهزاء والاستفزاز والتعدي بالألفاظ السيئة أو بالضرب عليهم لتتحول رحلتهم اليومية إلى المدرسة لمعاناة ثقيلة هذه الظاهرة الخطيرة في مرحلة الطفولة قد يكون له تبعات لمدى الحياة من هنا اخترنا أن نناقش تعريف التنمر وطرق التعامل معه وأسبابه وأثاره وأنواعه وعلاجه إذن للإطلاع أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الأستوديو الدكتورة ليلى البلوشي أستاذة التنمية البشرية وتناغم وتحاور الثقافات دكتورة ليلى صباح الخير لإليك ونورتين بالأستوديو عن جديد أول شيء بداية برأيك ما هي ظاهرة التنمر تعريفيا وما هي أشكال وأنواع هذه الظاهرة صباح الورد أول شيء وعلت يا عفراء والطاقة من الرهيب والرائع خليت نحل كالعادة عفراء مثل ما تفضلتي في المقدمة التنمر ظاهرة كانت موجودة هي ظاهرة ليست حديثة ولكن بدأت تنتشر وبدأت تغزو مجتمعاتنا بشكل أقوى يعني نحن ما نتكلم عن شيء حدث فجأة ولم يكن له مثل ما يقولون تبعات وجذور ولكن نحن اليوم نسأل ليش انتشرت هذه الظاهرة ومثل ما تفضلتي تبعاتها لو بدأنا بمحاولة لتعريف التنمر أو البوليينج التنمر أنا بابتعد عن كتب علم الاجتماعي وكتب علم النفس وبقولك أنه عبارة عن نوع من أنواع إثبات الذات نوع من أنواع التعدي على الحدود نوع من أنواع الفقر واحتياج لشيء داخلي أنا أحاول أظهره بطريقة قاسية قد يكون التنمر اعتداء الشخص على الآخر فكريا لأننا نحن نفكرين أن التنمر فقط جسديا التنمر ليس فقط جسديا حيح له أنواع بالضبط فالتنمر هنا فكريا قد يكون فكري يعني نوع من أنواع التنمر أني أنا أعمل لك غسيل مخ وأحاول أغير فكرك من فكر إلى فكر آخر نوع من أنواع التنمر اللي هو الضغط النفسي نوع من أنواع التنمر هناك اللي هو ما يسمى التنمر لأن الواحد يحصر إنسان أو يحصر دولة في قطاع معين يحرمها فهو نوع من أنواع العنف يعني هو يتعدى الأفراد لحظة هو طبيعي جدا التنمر يصل إلى الدول يصل إلى السياسة يصل إلى المجتمعات يصل إلى أشياء أكثر نحن لا نتكلم عن التنمر نحن للأسف فاكمين أن التنمر فقط ظاهرة حدثت في المدارس أو ظاهرة بين الأطفال لا التنمر موجود لذلك أنا قلت لك نرجع مرة ثانية ونقول أن التنمر موجود وكان مثل ما تفضلتي يطلق عليه بألفاظ مختلفة ومتعددة وأسماء متعددة لكن في النهاية والأخير كله يصب في نفس المصاب يعني دكتورة ليلى تعقيبا على اللي قلتي أنه لما بلجتي بداية بالمتنمر هو عنده مشكلة نفسية فإذن هو لا يؤثر على الضحية فقط لأنه بعض الدراسات حتى ذكرت أن المتنمر هو أكثر عرضة لإظهار فعلا سلوك عدائي في المستقبل فلذلك نحن دائما وأبدا اللي يتكلمون عن التنمر يعالجون فقط الشخص المستهدف أو الطرف الآخر وينسون المتنمر لو يأتي فلنفرض أن ليلة كانت تعادي عفراء بأساليب مختلفة أني أنا أترصد لك أني أنا ألعب معاك ألعاب نفسية أني أنا أسوي لك أشياء تخليك في نوع في النهاية والأخير أخلق الجو من نوع أو نوع من أنواع الإرهاب ونوع من أنواع الرهبة ونوع من أنواع الخوف والسلبية مثل ما تفضلتي نحن الآن أنا عالجت عفراء وين ليلة في الموضوع؟ هي المشكلة في المتنمر في الدرجة الأولى في المشكلة وللأسف نحن أنا بأطلع بعد كمان نقطة ثانية التنمر ليس فقط حصري على الأفراد التنمر يصل إلى المجتمعات صحيح يصل إلى حتى في السياسة نحن لما نلقى دولة تضغط على دولة بطريقة ما أنا أحط هذا تحت تعريف التنمر صحيح يعني تعقيبا إذن مشاهدين على كلام الدكتورة ليلة يكثر انتشار ظاهرة التنمر ضمن المدارس كيف تتعامل المدارس المصرية مع ظاهرة التنمر؟ مراسل أخبار الآن رمضان المطعني عد لنا التقرير التالي ظاهرة سلبية نشأت في المدارس وبدأت تغزو المجتمعات العربية وتندرج تحت مسميات مختلفة من بينها العنف ضد الأقران أو التنمر المدرسي والتسلط والاستقواء تجولنا بإحدى المدارس للتعرف على هذه الظاهرة على أرض الواقع لكننا كنا مع تجربة مختلفة للمدرسة كونها تنظم ورش عمل للطلاب للتعرف على التنمر وأنواعه لحماية الطلاب والوقاية من آثاره تنمر الاجتماعي وده اللي فيه الأولاد ممكن أنهم يتفقوا ضد زميل ليهم أنه هو يكون مستسنى من الألعاب معاهم أو أنه هو يحردوا بعد على أنهم ما يتكلموش معاه كان فيه كمان التنمر الجسدي وده اللي فيه حد بيستعرض قوة جسدية أو بيستخدم جسده في أنه هو يأذي غيره وكان فيه كمان التنمر اللفظي وده اللي فيه الأولاد بيستخدموا ألفاظ بيأذوا بيها غيرهم قادنا الأمر إلى الالتقاء ببعض الطلاب ممن خادوا التجربة وكيفية التعامل مع المتنمرين والحفاظ على العلاقات فيما بينهم إحنا نروح نقول لحد كبير أو مثلا لو لحد كبير يبدأ معلش حاجة إحنا مثلا نقول له بطل يعني أنت مش تستفاد بحاجة هو ممكن يقدر يبعث لك على تويتر أو الماسنجر أو الواتساب أي مواقع يعني ويكتب كلام فيه مش كويس ويبعثه ويبعثه على طول ممكن نعم بلوك روح نكلمنا معاهم عن الموضوع هم تقبلوا كلام معنا وبتدينا نفهمهم أنه لا يعني مش معنى أننا كبير معنى أننا كده هأزيك بالعكس إحنا ممكن نبقى أصحابه ممكن أنت لو عندك مشكلة على السوشيال ميديا هتيجي تحكي لي وإحنا الاتنين هنقدر نحلها وتشير بعض الإحصاءات العالمية إلى خطورة انتشار هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها فبعض الإحصاءات التي رصدناها تشير إلى أن مليار طفل بالمدارس بالعالم يتعرضوا ربعهم إلى التنمر وحوالي 160 ألف طالب يهربون من المدارس يوميا لسبب ذاته وفي نيوزولندا تعرض حوالي 63% من الطلاب إلى الممارسات نفسها أما ولاية إلينوي بأمريكا فجاءت نسبتها 50% في مقابل 35% في أيرلندا نسب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات بالمدارس بالعالم العربية وتفعيل الأطر واللوائح الداخلية لمقاومة تلك الظواهر ببقى حريصة قوي قوي في أول السنة أن أنا أعرف الطلب الجداد اللي جايين محولين للمدرسة بالطلب الأدامي اللي موجودين لأن أول حاجة تحصل ممكن أن الأدامي يبقوا رفضين الجديد على أن ده مكانهم فبعرفهم ببعض وبعرفهم أن هم في الكام دقيقة الأولانية أو الساعة الأولانية هم ضيوف بعد كده هم أصحاب مكان زيهم بالضبط ما هي الإجراءات التي تفعيلها المدرسة مع الطالب المتنمر أو المتنمر به من تجربتي لما تفعلت معهم أنه بيبقى الأسهل إقناع المتنمر عليه بمعنى أنه مش لازم عشان حكي منا ما يكبر لأننا بأسس الشخصية للمستقبل مش بس للسنة اللي هو فيها بينما جاءت نسبة التنمر في مراحل التعليم المختلفة بحسب دراسة صحية لهارفورد عام 2011 كالآتي ففي المدرسة الإعدادية بنسبة 44% مقابل 20% للمدارس الثانوية و20% للمدارس الابتدائية وخلفت الظاهرة تداعيات نفسية توصف بالخطيرة للضحية تستلزم المعالجة والحماية لكنها تتوقف على مدى درجة الأذى الذي تعرض له المراهق في حالة التنمر اللفظي ممكن سهلة قوي أن الأطفال من بداية سن صغير التوعية ليهم مع احتواء أن هم يعرفوا أن ده سلوك مرفوض مع احتواء الطفل اللي حصل معه التنمر اللفظي ده تكون تجربة وتتنسي لكن أحيانا ممكن لفل أقوى من التنمر أو مستوى أعلى منه زي أن يكون فيه اعتداء جسدي قوي أو أن يكون فيه تنمر اجتماعي مؤثر نفسيا هاي احتاج ساعتها تدخل من سكول كونسلور اللي هو بيكون الإخصائي النفسي أو الاجتماعي تختلف درجة مقاومة التنمر في البلدان العربية بصورة رسمية من خلال وزارة التربية والتعليم لسيما بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال مشروع منعهضة العنف بين الأقران الذي وجه الضوء على هذه الظاهرة وسبل معالجتها كنهج للدولة المتنمر والمتنمر عليها شخصيات على طرفي نقيد كما يراها المتخصصون الأول يستقوى على الثاني ويجعله أسيرا لسلطته لكن الواقع يبين أن الاثنين هما ضحيتان لنظام علاقات تحكمه القوى والضعف والرابح والخاسر أو بيئات أسرية ومدرسية تشجع على التنمر بطرق مختلفة لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة دكتورة ليلى تابعنا من خلال تقرير أنواع مختلفة من التنمر في المدارس لكن هناك بعض من يستهين بتعرض الطفل للتنمر حتى يقولوا أنه مجرد مرحلة لابد منها في حياة الطفل لكن طبعا حسب الدراسات العديدة لا تنمر يعني آثار النفسية قد تمتد لسنوات فتعليق حضرتك على الموضوع هناك موضوعين أو لازم نتطرق نحن لهم اللي هو رقم واحد ما يسمى بالعين وبالعين والسن وبالسن اللي هو القانون اللي وضعه نحن للأسف نحن نلاقي أن بعض الأسار تشجع عيالها على هذا الشيء ضربك ضربة صحيح عضك عضة لحظة شوي نحن نعرف أول شيء ليش هو ضربة نحن نعالج لو نعالج الأمر من جذوره لو يتعالج الأمر من الأساس ما رح نضطر أنه أنا أضرب هو يضرب طيب قلع لي سن أقلع له سن رح نضطهي مثل ما قال أحد الفلاسفة كلنا بلا أسنان طيب شو اللي محتاجين نحن نسوي رقم واحد اللي هو مثل ما تفضلت عملية التوعية أو مثل ما تفضل التقرير عملية التوعية هناك يجب أن يكون نوع من أنواع التوعية نحن هنا في هذه الأرض أنا أعيش وأنت تعيش وأنا أساعدك تعيش وأنت تساعدني أعيش ياريت لو يكون هناك نوع من أنواع التناغم والتفاهم بعدش أنا مثال بدت في الفترة الأخيرة تصل فيديو على التواصل الاجتماعي في المواقع تلقين أني قلتش الفرق بين لعبة الكراسي لعبة الكراسي في اليابان تختلف عن لعبة الكراسي في دولنا العربية أو الدول الأخرى لعبة الكراسي إحنا عندنا مثلا خمسة ونحط أربع كراسي ويتم التسابق وتتقلل أدد الكراسي وهلما جرا في اليابان ما عندهم الظاهرة هذه ما عندهم اللي هو ظاهرة وين لوز اللي هو الربح والخسارة عندهم ظاهرة وين وين شو معنات وين وين؟ معنات أنا رابح وأنت رابح ففي الأخير إذا ظل كرسي واحد وفيه اثنين بس اللي قاعدين يدورون مش المفروض واحد منهم يربح لا اثنين نربح لا نعمل لك مكان بهذه الطريقة إذن عشان نقضي على ظاهرة التنمر الوعي أولا أو التعايش أنني أتعايش أعطيك أنا مثال بسيط جدا معظمنا شاف فيلم اللي هو ذكراتي كد أعتقد إذا كان هذا اسمه والفيلم هذا يراوينا ظاهرة التنمر لو نرجع نحن للفيلم يعني دائما وأبدا يتكلمون عن ظاهرة التنمر بطريقة عكسية أو سلبة أو نتائجها سلبة الفيلم طرح ظاهرة التنمر وبنتائج إيجابية بس متى حدث هذا لما كان في عندنا شيء اسمه منتور أو كوتش أو مدرب نرجع مرة ثانية في الفيلم طلعنا كان في عندنا ولد اللي هو من أمريكا من ولاية من الولايات انتقله من ولايته إلى شاينا إلى الصين هناك لم يستطع يتعايش الولد ولا المجتمع والمجتمع والأطفال اللي في المدرسة بدأوا عدم التقبل فبشو يساوله قاموا يترصدوله قاموا يضربوله قاموا يعقوا للشنطة مثل ما صار بالتقرير وبدأت عملية الإرهاب الإرهاب يشتى أنواعه النفسي الجسدي بدأ ينضرب هو في المقابل حاول مرة مرتين لكن نلقى طرف واحد أقوى من الطرف الثاني وليش؟ لأن هذه مجموعة وبالإضافة إلى أنهم كونفو مدربين وعندهم مهارات جسدية هذا طرف واحد يفتقر إلى مجموعة من العوامل مثل اللغة يفتقر إلى القوة الجسدية يفتقر إلى التعايش فشو كان يساوي لما كان يرجع البيت أمه تسأله ما كان يكلم أمه لأن هناك حاجز بينه وبين أمه لأنه شايف أن أمه هي اللي حطتني في هذا الموقف ولكن دكتورة ليلى التنمر ظاهر لا تقتصر على الأطفال فقط نحن نتكلم بما أننا نحن داخلين على المدرسة والأطفال نحن لو نأخذ هذه الزاوية شو اللي صار متى بدأ هذه الظاهرة خلت الولد هذا ينظر إلى نفسه ماذا أحتاج وبدأ يعمل ليل نهار في تقوية نفسه تقوية جسده حتى يواجه وفعلا واجه ولم يواجه واجه وحصل على كأس فنحن لو نتكلم عن ظاهرة التنمر كمان لها إيجابيات على فكرة يعني أنا أسفة أني أنا أطرح مختلف تماما متى يكون لها إيجابيات لما أجد شخصا يستمع لي ويحتويني وفي المقابل يحاول أن يدربني ويخليني أقوى صحيح دكتورة ليلى أنا كتير بدي أتشكرك على المعلومات والأمثلة الحلوة التي طرحتي دكتورة ليلى البلوشي أستاذة التنمية البشرية وتناغم وتحاول الثقافات شكرا جزيلا لك شكرا عفرة